السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبدكورة معكم عصام السرساوي وقبل ما نبدأ في الحلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن نجمينة العربي رياب محرز وكانت جريدة ديليستار تطرقت للحديث عن نجمينة رياب محرز وعن سياسة المدورة اللي بيتباحها بيب جورديولا وابرزت حاجة مهمة جدا جدا وقالت ان سياسة المدورة اللي بيعملها بيب جورديولا هتحرم رياب محرز من جايزة هو المفروض لو بيلعب اساسي هياخدها بسهولة من وجهة نظرها تعالوا نخش ونشوف في الحلقة ايه هي الجايزة اللي بيتكلموا عنها وسياسة المدورة فعلا هتعمل كده مع رياب محرز ولا لا هنقول كل ده جوا الحلقة بس قبل ما نخش على الحلقة اللي تنزل تدعمنا بلايك لايك كتير بيخلي الفيديوهاتنا تظهر للناس المشتركة واللي مش مشتركة فما تحلمناش من لايك وشير للحلقة وسبسكريب للناس الجديدة وفعل زر الجرس ويلا بينا نخش على الحلقة موسيقى في البداية سياسة المدورة اتكلمت عليها طبعا جريدة ديل ستار وقالت ان بيب جورديولة بيعمل سياسة المدورة ما بين رياب محرز وما بين برنارد وسيلفا وقالت وابرزت ان سياسة المدورة هتحرم رياب محرز من الكرة الزهبية الافريقية اللي هو من وجهة نظرها يستحققها بس مع جلوس رياب محرز دكة على مقاعد بودلاء منشستر سيتي هتحرمه طبعا لانه ببيعبش اساسي وفي حين ان ماني بيلعب اساسي اه محرز واخد بطولة افريقيا وماني خسران النهائي بس قالت بدورها وابرزت بدورها ان ماني بيلعب اساسي ومؤثر في المتشاط كلها وبيلعب في المتشاط كلها فطبعا ده بالنسبة لاختيار القرص الزهبية الافريقية واحسن لاعب في افريقيا هيصب في مصلحة سادي يوماني او محمد صلاح بس اعتقد انها ستصب في مصلحة سادي يوماني لان القوي او المنافسة القوية على القرص الزهبية هتبقى ما بين رياب محرز وما بين سادي يوماني فهي قالت الكلام ده وقالت ان السياسة بيب جورديولا هتمنعه من الفوز بالكرة الزهبية الافريقية انا ما عنديش مشكلة في المدورة بس زي ما قالت جريدي الديلي ستارز طبعا السياسة المدورة مش في مصلحة رياب محرز ناس كتيرة لما بخش اقول يا جماعة عايزين رياب محرز يغير النادي عشان يلعب اساسي بتقول لا او سياسة المدورة ومنشاستر سيتي عندها لعيبة قوية ما عنديش اي اعتراض في الكلام ده كله بس اسأل اي لعيب كورة او اي حد بيلعب اي كورة يد بقى طايرة سلة لعيب عموما لما بيلعب اساسي وبياخد اساسي الماتشاط او اغلب الماتشاط فورموتو بتبقى عاملة ازاي ولما بيقعد دكة بتأثر فيه ولا لا هتلاقي كل اجابات النجوم هتقولك بتأثر الجلوس على الدكة بيأثر مهما كان في نادي ايه بيأثر وطبعا زي ما قالت جايد ديلي ان فعلا ان السياسة المدورة ممكن تضيع عليه احسن لاعب في افريقيا ورياب مهز لو بيلعب بيتقلق في الدوري وبيتقلق في دوري الابطال زي ما بيتقلق وبيلعب باستمرار هتبقى العين عليه انه ياخد طبعا احسن لاعب في افريقيا هنشوف الفترة الجاية وهي فعلا انا مع مجالة ديلي ستار ان بيب جورديولا وسياسة المدورة بتاع بيب جورديولا هتضيع على رياب محرز احسن لاعب في افريقيا نتمنى في الفترة الجاية رياب محلز يلعب اساسي ولو رياض محلز ملعبش اساسي المفروض يغير النادي الفكرة مش انك تاخد بطولات وانت قعدك الفكرة انك تلعب انت كنت مؤثر جدا جدا مع وكنت سبب يعني كبير جدا ان ياخد الدوري الانجليزي كده بنكون وصلنا نهاية الحلقة اقول لنا رأيك في كومنتات فعلا جلوس رياب محلز والساسة المدورة بتا ابيل جورديولا هتضيع عليه احسن لها في افريقيا ولا انت شايف ان الكلام ده غلط انا شايف الكلام ده مزبوط جدا كيف منكم وصلنا نهاية الحلقة اللي تنزل تلعبنا بلايك وشير وسبسكير بالناس اللي يجري وفعل زر الجرس